السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك ستت البيت حبيبتي يا رب كده تكوني مبسوطة وكويسة وسعيدة وشوات النصائل حول نقال لكم المرة اللي فاتت دي تكوني عملتي بيها النهار ده بقى نصحتي لست البيت الشكاية الدائمة الشكوى اللي هي دايما تشتكي من ولدها وتشتكي من بيدها وتشتكي من جوزها الولد تقولك ده شائي انا مش عارفة سيطر عليه والبيت مه مرتب فيه ما بيبانش على نظافة وجوزي بقى طول النهار في الشغل احب اقولك يا حبيبتي اللي انت دايما تشتكي مع ممتك او اختك او جرتك صدقيني اللي انت بتشتكي منه ده ده نعمة نعمة كبيرة قوي ابنك اللي انت بتقولي عليه شائدة غيرك بيتمناه يعني مثلا ستات كتير بتعمل تلقيح صناعي لو تلقيح صناعي وحقني مجهاري وحبايب يشكشك ويتبهدله علشان يجيبه الطفل او البيب ده وممكن ربنا ما يكرمهمش ويديهم البيب ده فصدقيني البيب اللي عندك ده او الولد اللي عندك ده نعمة من عند ربنا ثانيا بيتك اللي انت بتقولي عليه دايما مكاركب وما انتش قادرت توضى بيه او تنظفيه لانك يعني على طول بتشتغلي فيه احب اقولك برضو ان فيه ستات كتير في المستشفيات تعبانة وتتمنى يكون عندها ربع صحتك علشان تقعد في بيتها وتنظفه ووزك بقى اللي انت دايما بيشتغل شيفته واتنين ومش مهتم بيك او مش موجود معاك في البيت وبتبقى متضايقة بعدها من موجوده برضو حب اقولك ان دي نعمة لان هو فيه غيره مش تقفرصة الشغل دي فهقولك يا حبيبتي الشيطان بيصور لك النعمة على انها نكمة لأ تغلب عليه انت في نعمة تبستي بحياتك ركزي في انك تعملي حاجة تحبيها اكتر من انك تشتكي الشكوى ما بتجيبش غير التعب وبالك بيبقى مشغول لأ فوقي كده وتبستي وعايزكي بقى النهاردة معايا كالعادة وكهدف برنامجنا ان احنا بنجيب منتج اقتصادي وكمان بنعمل فكرة مشروع وبنسوقه زي ما اتفقنا النهاردة بقى المنتج اللي انا جايلكو بيه اللي هيوفر لكو في الميزاني عشان يريح بالك وتبقى مبسوطة المنتج ده بقى انا هصفه لك انا مش هقوله لك على طول يعني هو عبار عن ايه المنتج ده تعالي كده اول ما بتسحي منهم بتعملي ايه اه بتخسله وشك صح ايه تاني بقى ايوه هو البسكت ده في بسكت كده عندك في الحمام على ايدك الشمال ايوه هو ده البسكت ده اول ما بنسحب منهم كده بنشيله في لبيلة واللف بيه في الشقة ايوه عبارة عن ايه البسكت ده بقى اللي جوه البسكت ده هتقوله لي بقى ست البيت العسولة الأمورة حبيبتي عزة ست بيت ممتازة جدا في دلتا تدرج تدرج لحدت بقى مدير التسويق لشركة دلتا كلين للمنظفات ايه انا بقى جايبا لكم المثال الجميل ده عشان يقول لكم ايه على المنتج الاقتصادي الهايل ده وفي الوقت نفسه هي جايلكم بمفاجئتين فتابعونا الاخر الحلقة لان المفاجئتين هايلين جدا ازاك يا عزة ازاك يا صادة مجدى عمليت الله يخليك حرفتك عمليت انا بوسي بقى النهاردة انا مبسوطة جدا من المنتج بتاعك المنتج بتاعك يعني كونوا ان اقتصادي وموفر انا هسيبك بقى تشرحي منتجاتك بمزاجك يعني على الراية قوي عشان ست البيت تعرف معانا المنتج ده عبارة عن ايه اولا انا كست بيت هتكلم بلسان ست البيت عندي غسيل سائل غسيل الاطباق محكيلي عنه بقى الاول واحدة واحدة كده ده اهم حاجة في البيت ايوه احنا ما بنقبو سي يعني وقفة الحد دي 24 ساعة انا عايزك بقى تشرحيلي منتجات الاول زائل غسيل الاطباق طب اه بوسي يا أستاذ مجدى اتفضل يا حبيب احنا طبعا عندنا المنتج اللي هو اللي معتدين عليه ايوه 750 جرام سائل غسيل الاطباق بست اه تمام يعني انا معتادة انا ما بشري كست بيت بشتري بيبقى 600 جرام او 650 جرام اه فده في حد ذاته اه احنا حاولنا طبعا عشان خطر الظروف واحنا بنقدم جودة ومنتج وسعر تمام يعني بيهميني برضو ان السعر يبقى منافس فأنا اا اول حاجة زودت في الحجم عملته 750 مش 600 تمام وبتمانية جنيه تمانية جنيه وهيل وبعد اذنك كده شوفوا اتفضل يعني اولا انا كست بيت يهميني اما حط النقطة صغيرة كده على السفنجة هتعمل لي رغوة هتعمل معاك رغوة وهتخلص معاك يعني ده طبعا بيبقى بناءا عن التركيز النظام التركيز في ايه بقى معدل التركيز ده تركيزه من 5 إلى 8 5 إلى 8 ده يعني المعتاد العالي اه تمام نقطة واحدة بتكفي على السفنجة الغسيل الموعي تمام على طول اه ده موفر جدا ده موفر جدا نبيعوض معاك وبتقوليني كيف سعره سعر نقطة على السفنجة اه 8 جنيه سعره 8 جنيه طب انتعرفوا طبعا الاسعار برا بتوصل ل 16 جنيه وبعدين لو بلاحظنا كده الزازة جيدة جدا لا لا المليانة الاخر لا هي 750 لا هي مليانة فعلا انا بيبقى مكتوب 600 جرام وبيبقى العبابة بالمنظر ده بتبقى نصطها كده وبعدين خلي بالك برضو الازازة جيدة والضغطة بتاعتها كويسة جدا اه لان انا لو ما كانتش التغطة بتاعتها كويسة تتحدر معاك هتحدر معايا وانا بشتغل في المطبخ طبعا يا لو كتشتغلي اه اه فهي احنا نظرنا ان هي تبقى اقتصادية في الحجم وفي السعر بالنسبة لكل الاسعار اللي حوالينا ده بالنسبة اه ده السعر باسي الابضاء بيست 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 برقاحة اللمون اه على فكرة هي رحة اللمون دي بتبقى هايلة لا وعلى فكرة هو بيحافظ جدا على الادين ايوا دي نقطة برضو مجملة طبعا لان هي بمية مؤطرة مش مية عادية تمام يعني هي بتنتجيه بمية مؤطرة اه طبعا في المصنع اه وبراحة اللمون فبيسيب رحة جميلة جدا وبيحافظ على الادين جدا تمام فده كان اول منتج عندنا البست اه تمام ده اللتر اللي هو المعتادة 750 750 اه اللتر اللي هو يعني اه اللي هو مش 1000 ميلي اللي هو 750 تمام تمام نيجي بقى لا استنيني بقى معايا التوفير في نفس المنظفات برضو نفس السائل اه عندي اي بقى بعد كده برضو بقى معايا في ستة موظفة تمام بتبقى حبة ان هي تعمل ميزانات شهرها وتشتري حاجتها ده 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 احنا اللي احنا بنتصح بيه مش للموظفة بس لكل ستات البيوت لكل ستات البيوت بس عموما لستة الموظفة ببقاش ساعات عندها وقت اه او ستة المرأة العاملة تمام مبقاش عندها وقت ان هي كل شوية تروح تجيب طلباتها او السلة بتاعتها بتاعت المنظفات تمام انا عندي الاربعة لتر دي بقى للستة اللي بتشتغل بالشهر اه اموما يعني ليه عامل ميزانات الشهر بقى اللي بتعمل ميزانات الشهر هو بتكفي معايا اكتر من الشهر تمام لا لا الازازة دي بتقعد كتابة بتقعد حالي اسبوعين تمام واكتر بقى بتكفي والحسب كمان عدد افراض الاسرة لا بس هي بتكفي فعلا يعني هي فعلا هي مركزة اه جيدة جدا انا بس مش عايز اختح حاليك على اوة بس انت لو فتحتها هي لذجة جدا ايوا وتركيزها عالي جدا ده بقى الاربعة لتر منها كويس وانا عايز اقولك ان الاربعة لتر ده بسبع وعشرين جنيه امم اربعة لتر اه واللي في السوق مش اربعة لتر اه واللي في السوق بيبقى غالبا ثلاثة اربع وائده خمسمائة غالبا يعني الاسمه برده بعد اذنك بست برده بست المنتج ده عندي اسمه بست بست اه الاربعة وخمسين والاربعة لتر حلوة ويبقى ندخل بقى على شغل الفنادق بقى اه بالعيد بقى محلات والله وفي السستات كمان بتطلبه اه اكيد اه هو موفر جدا اه دي قصرة كبيرة بقى دي قصرة كبيرة شوية اه انت حسرتها تمانية سبعة وعشرين ولو قلتلك ان العشرة لتر فيه عندي بقى اربعين وفيه بخمسين عملنا للطبقتين ليه لان المحلات ساعات بيبقى محتاج اه تركيز اقل انتم اه هو بيعرف يعني بيبقى عنده عمال وبيبقى عرفوا يشتغلوا بالتركيز الاقل التركيز الاقل بس مش قولهاي الاول يعني المعتادة عندي من خمسة لتمانية ده من اربعة سبعة اللي هو باربعين جنيه اللي هو باربعين اسمه البطل انا جايبالك الجوكر النهاردة فيه برضو البطل تابع شركتك هو نفس العبوة لا يعني اقصد شركتك بتنتج بيست بيست سبعة مئة وخمسين بيست اربعة لتر والجوكر والبطل كام لتر حضرتك عشرة برضو عشرة وبخمسين جنيه وبخمسين جنيه وعندك البطل عشان احنا اليومين دول مع الاوضاع فالناس عايزة هتوفر على الاخر طبعا طبعا فهو خدفي كمان ده ده برنامجي ان انا يكون السعر اقتصادي جدا بالزبط يعني انا مش عايزة اقولك ناخده من الكدس بعدين انا عايزة اقولك ان هو عموما كزا منتج فانت كمان البطل عندك كمان البطل البطل يعني اربع اربع احجام اربع احجام هو عشرة برضو هو برضو عشرة من مسحوق غسيل الاطبار بس بربعين جنيه بربعين جنيه ده بخمسين طيب نخش بقى على بطل الحلقة النهاردة ايوه انت في كرونا طول النهار بخخات كرور رايحة بخخات كرور مخففة جاية بسي بقى نعقم الحمام الحوض البنيو الهدوم بسي اللي هو بقى ايه بطل الحلقة معايا النهاردة كان الحصان الكسبان في مصروف البيت ايوه ده ده بالزبط كلوريتو كلوريتو الابيض لا والحجم اللي عبوه بسي يعني انا مش قادرة شيلها فعلا لا مش قادرة شيلها مش قادرة شيلها يعني انا عدت حتى اللتر اللتر صوفي اه 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 لو لعبوه شكلها جميل يعني يعني مش منتج كده لا لا ده منتج مش منتج اي يعني لا ده منتج شركة اللي لها سيجيله تجاري بطاقة ضربية مرخصة ايه شركة كبيرة مش من تحت بير السلم يعني جايب لكم منتج منتج وده كمان وده الاربع لت الاربع لتش الخلور اللتر بخمسة جنيه ده خمسة جنيه ماشاء الله ماشاء الله لأ وكمان هنخففه يعني اللتر ده ممكن يعملونه اربعة خمسة لتر لنرشهم لأ الضبط انت بتحط المكيال اللي هو طبيعي المكيال بتاعنا بيبقى ربع لتر المكيال دايما بيبقى ماتين وخمسين ملي بتحطيه على جردل خمسة لتر بيكفي معاك تمام تمام المكيال الواحد خمسة في المية تركيز يعني تحطيه على تقريبا خمسة لتر الاربع لتر منه بقى بـ 18 جنيه ونص ده تمام 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 ده قلتلي خمسة جنيه خمسة جنيه الاربعة بـ 18 جنيه يعني المفروض 24 احنا وفرنا هنا جنيه ونص بالضبط جنيه ونص وانت موفره اصلا عن سهل المنافس طبعا الواحد برقى 4 جنيه بكتير واكتر من 7 جنيه لا واكتر وزازة كويسة جدا ومنتج جودته عالية جدا بالضبط وماتيش منه اي شكاوي فيعني المنتجات حلوة جدا مقصدية لا وهو بطل حلقتنا النهاردة هو بطل السنة كلها بطل السنة كلها هو ازمت ان هو بطل السنة ايوه 20-20 بطل 20-20 طيب عندنا بقى مشكلة بقى مشكلة المشاكل في المطبخ المصري شفاط بوتجاز حلل بالضبط الدهون هو الدهون بقى ايوة الدهون ايه بقى عندك للدهون انا لو سمحت يا استاذ احمد لو بعد اذنك كده تجيب لنا عشان هي نسيت تجيب لنا هيرو تجيب لي كده هيرو على الشاشة بعد اذنك معاك استاذ تمام هي هو هيجيب لنا هيرو على الشاشة ايوة مزل الدهون لأطلح البطل بطل الشفاطات لأي دهون عندك بالضبط انا عندي مشكلة المشاكل مش انا بس كست بيت لا ده ستات البيوت المصريات كلهم البطل والشفاط ايوة بالاماكن اللي بيلتسق فيها الدهون بالضبط هيرو بقى قوليلي يحكيلي عن هيرو انا مش عايز اقولك سعرهم فجأة اه هو كفية اسمه هو هيرو هو هيرو هو هيرو هو المنتج 800 جرام جميل بخمسة جنيه لا 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 تصدقيني وريحته حلوة جدا اه على فكرة مشكلة مشكلة مزيل الدهون ده الريحة بتبقى صعبة جدا منتجات اللي في السوق اه ريحتها نفازة عشان يعني انا لازم نلبس ماسك عشان نشتغل به ريحته جميلة جدا اه وبيحافظ على ايدين برضو يعني بهدلش الجلد بتاع تمام وبينظف جدا بيزيل الدهون فعلا تمام يعني انا كان نفسا عمل لكم لانا التجربة خير دليل انا عندي ستة بيت اه تجربوا بالفعل وهي اللي هتقول وتحكم بقى احنا هي اللي هتحكم معانا اه هيرو دا نظموا ايه بالزبط لان التجربة خير دليل يعني اهم من اي كلام هيرو بزيل الدهون قوي جدا للبوتاجزات للأفصح للشفطات لأي عماكن بيتزق فيها بيتزق فيها الدهون احنا بنحطه هم وبنسيبه شوية وبعدين بنسيره وبيستيبه هيرو طيب طيب تمام عندنا بقى بعد كده الكلور الالوان اه الكلور الالوان الكل الالوان طنمين ملي وبتنشر جنيه اه فيعني هو سعره جميل جدا وبيحافظه على الالوان جدا وبينظف جدا هيرو هنا عندنا هيرو على الشاشة اه دا هيرو دا هيرو من نفس برضو شركة دلتا كلين المنظفات اه دا اللي احنا المنتج اللي احنا بنتكلم عليه للشفطات بخمسة جنيه والعبوة تمنمائة ملي ومتكفيكي فترة كبيرة وبينظف جدا تمام كويس جدا كويس جدا انت انت اقل منتج بره زيوب كم لأ انت مسلا من تجربة الكاست بيت بسبعتاشر جنيه بسبعتاشر وخمسةاشر جنيه يعني وجودة عالية اه يعني انا مش بديك حاجة بسعر قليل او سعر اقتصادي مش هنقول قليل اه عشان ما تقوليش ان فيه منتجات لا فيه في السوق لا انا بديك حاجة بجودة عالية بسعر مناسب وجودة عالية تمام دا بالنسبة لهيرو اه دا لهيرو طيب عندنا بعد كده بقى الكولوريو الألوان عندي بقى الولاد يعني مش عندي انا بس دا عند مصر كلها اه الهدوم اه يعني يعني يروحوا النادي مشوار وييجي خلاص البقعة اه الالوان بقى علشان كولوريتو الألوان دا بالنسبة لي مهم جدا اه هو 800 ملي تمام وب12 جنيه ب12 جنيه دا اللي هو الكولوريتو اه اي رأيك لا فجنتي جميل اه انا ما تلكيش سعره برا اه عشان 12 جنيه قلت الوقت انا قلتلك 12 جنيه انت اتفاجئتي اه اه جميل جدا اه يعني يشوفي برا بكام لا لا الكلوريو الألوان بيوصل لـ 22 جنيه اه الكلوريو الألوان معروف سعره عالي يعني ما شاء الله يعني دول بابطال الحلقة النهاردة اه هو والله هو المنظفات كلها ابطال الحلقة في حياتنا خاصة لا بطال الكلوريو الألوان لان السنادي من ميزانيتنا كتير كتير قوي بالزبط وماذا وماذا احنا مازلنا ملتزمين بالإقراءات الاحترازية احنا عمونا من قابلك الست البيت اهم حاجة عن ده النظفة اكيد يعني انا تقريبا بيه ستات بتقوم اول حاجة في حياتها بتبص على بيتها انا لسه بقولك بنصحى منهم الباسكت على طول بعد ما بتقومي من النوم هو الباسكت بتاعنا انا نشوف بقى بسكت التوفير بتاعنا بسكت التوفير طيب بصي بقى حبيبتي عندي أنا هنا بقى في الشقق عندي البلاط في فراغات بين البلاط بتاعم الرواسب في الحمام السراميك بتاع الحمام البانيو بصي الفراغات الديقة دي لازم حاجات كده تنظفها الفلاش عموما حلها فلاش وانا عندي هنا فلاش بيست الفلاش ايوا اه فلاش بيست تفضلي شورها بوا تمام ده فلاش ده فلاش بيست فلاش بيست اه تمام تمام من اللي برضو ده سعره بقى للفلاش باربع لما باربع جنيه اه طبعا منافس عن الفسوب كتير برضو يعني احنا بنتكلم في اسعار ده جماعة الفلاش وطبعا دي اسعار مش الجملة دي اسعار القطاعي دي اسعار المستهلك اللي هتوصلك لباب البيت اللي هي الاسعار اللي سوري تروح الماركت تلاقيها تلاقيها بالسعر ده او محل المنظفات او محل المنظفات باربع جنيه باربع جنيه باربع جنيه طبعا لو جملة بيبقى اسعار تانية مختلفة مختلفة خالص هنتكلم في النقطة دي بس نخلص شرح ايوه لان احنا عندنا مفاجأة دي انا منتظراها دي مفاجأة لست البيت مفاجأة لست البيت منتظراها طيب عندي هنا ايوه بصي الفينيك ده اصلا وظفته في البيت ان هو يقضي على الحشرات على البكتيريا تمام لا لا في ميزة بقى كمان يعني انا اول ما مسكت الازازة في ميزة انا عندي مشكلة في ازازة الفينيك عندي تحديدا تخلص بسرعة لا بعيدا عن انها بتخلص بسرعة ازاز اه صح انا لأ بخاف عليها في البسكت ده حقيقة ازازي يعني لو مجرد مثلا لو وقت كده قسرت انما دي ازازة بلاستيك بلاستيكية ايوه معلقة فده في حد ذاته بالنسبة لي انا لكست بيت اه حلو امانا امانا لو في وجود اطفالية بتبقى بعيد لو وقت كسرت امانا طيب قوليلي بقى انا لما بحط بقى يعني هنمسح الشقة او حاجة بنحط ميكيال من الفينيك الفينيك زغير او بقى مش ميكيال بقى زاد كله ميكيال زغير ليه الفينيك ده طريقة تستعماله ان انت تحط ميكيال زغير او كده بالزبط لقيت المياه قدتك اللون الابيض اللي هو زي الحليب كده تمام معناته ان الفينيك ده جيد وجايد جدا بالزبط لقيته لون وكده ابطار رحط ميكيال تاني بقى ما وفرناش دي اول حاجة اه بالزبط اول حاجة انا الازازة 500 ملي مش 250 يعني نص لتر نص لتر كامل نص لتر تمام وبعشرة جنيه اه جميلة انت لو رح تتجيبي المتين وخمسين ملي من بره هتلاقيها بتوصل من 8-9-10 هتوصل الى جانب ان انت ممكن تجيبيها ومتعودش معاكي اه لا الازازة دي ممكن تكفيك لشهر ونص شهرين اه لان استحلابها عالي استحلابها يعني المادة اللي انت بتحطيها شوية بتزوديها بتكفي معاكي اه كمية مياه كبيرة وتمسح بيها طب كويس جد تمام كويس جد يبقى احنا وفرنا في السعر ووفرنا في العبوة نفسها انها تقعد معايا اه مش اني انا بس هي عبوة نفس العبوة دي انا وفرت مثلا 2-3 جنيه لا الازازة نفسها بتزوديها حابة صغيرين بتقدم معاك الغلط بالزبط كده وطبعا دي برضو بتساعد في التعقيم ونضافة البيت اه بتقدر الحشرات والبكتيريا مهمة جدا 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 والحيطة جميلة عايزة اقولك اني فيه ستات تقريبا بتقولك انا ما نضافتش البيت الا ما حطت الفنيك صح ده حقيقيا طب تمام دي المنتجات تمام اه هنا دي بقى عندنا في منتجاتنا الفنيك الفنيك طبعا ما ادراكة بقى بالفنيك والفنيك بقى مش للمنازل كمان يعني لطلبيات المستشفيات المصانع ما بيعقموا بين تعقيم عامل اللي يحتاج والكميات طبعا بيبقى بسعر اقل كتير ده بالنسبة للفنيك احنا كلمنا بسعر المستهلك ايوا بالزبط بس احنا ما اتكلمناش ده اللي احنا ومش عايزة اتكلم فيه دلوقتي انا سايباه مفاجأة الاخر الحلقة علشان عزائي حبايبي ستات البيوت كده ينتظرونا بمفاجأتنا المهمة جدا ليهم لان ده مفاجأة انا وعدتكم بيها كان جالي اتصالات كتير وقلتولهم انا وعدتهم قلتولهم ان فيه مفاجأة في الحلقة الجاية باذن الله واحنا مع بعض مش هنقوله معكم الاخر الحلقة ان شاء الله طب بيبقى احنا عندنا الفنيك عندنا هنا الفلاش طبعا الفلاش ده لتنظيف الارضيات والسيراميك هو بننظف الحمامات والسيراميك والصدى والحاجات اللي موجودة عندنا في الحمامة والصدى جميل جدا جدا وعندنا الكولور الكولور ده مد التركيزه عالية جدا يا جماعة يعني احنا بنزوده على المياه مش بيبقى كولور خم كده ولو كولور خم كده هيبقى يعني هيبقى مركز جامد نحن بنخففه وطبعا زي ما احنا شايفين كده الأسعار في متناول الجميع جدا 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 اقتصادية جدا وعندنا طبعا هنا المنظف الموفر عندنا كمان نوع منه اسمه البطل ده يعني انت لو لقيت في السوق الجوكر أو البطل اللي اتنين تابعين لشركة دلتا للمنظفات وعندنا بيست بيست المنظفات هنا منظفات الأطباق سائل غسيل الأطباق وعندنا هنا 750 ملي برضو سائل غسيل الأطباق قوليلي بقى يا عز واحدة واحدة كده بقى انا عرفت ان انت طالبين في شركتكو وكلاء وموزعين طبعا احنا في ناس كتب بترسلنا على الصفحة ان المنتج مش موجود عندهم في المنطقة في ناس دلوقتي بيدوروا يعني ازواجهم بيدوروا على عمل بقى ايز لا اهم مش ازواج بس ممكن ست البيت كمان تقوم بالموضوع ده هنعمل بقى حاجة لست البيت جميلة خالص بس خلينا نتكلم دلوقتي في الوكلاء والموزعين عشان نغطي المناطق كلها وست البيت تقدر تلاقي المنتج عند اي محل سوبر ماركت عند محل منظفات فيبقى متواجد ده طلبنا من الوكلاء والموزعين بالنسبة للوكلاء والموزعين احنا عاملين عروض وخصومات ومكافئات في المبيعات ها مش ربحة عالي جدا ده للوكلاء والموزعين اه وكذلك ممكن ست البيت تشترك معنا في التجربة دي وست البيت الشطرة بقى اه انا باعرف ناس بيعملوا مشاريع دي من بيتهم بالزبط شغالين ما شاء الله دلوقتي اونلاين وحوالين جيرانهم ولو ستة عندها بيت زغيرة وفي دكناة زغيرة او هي بتعمل من دول الارضي عندها ده لقي نا دلوقتي كل الستان الوقتي بقت شطرة جدا لو كمان هي لم هتعملوا بيقديها مش هيبقى بنفس الجودة اللي بتطلعه المصنع بالاضافة طبعا ولا هتكسب ولا هتكيد لا وغير كمان حاجة ان هنا دي شركة بزبط منتج آمن كمان بزبط تتكلميح منظفات ايوا منتج آمن شركة آمنة مسجلة يعني فيها كل الضمانات تمام تمام اه عندنا بقى تاني بقى احنا طلبين وكلاء وموزعين لو لك انت ستة البيت حبيبتي لو انت عندك اخ او زوج او ابن حابب يساعد في مصروف البيت معاكي او كمان تكون فرصة عمل له بطلوب بوكلاء وموزعين هنا مادام عزة بتطلب بوكلاء وموزعين على مستوى الجمهورية لاشان توزع المنتجات مش بس اقتصادية لا ده كمان جودتها عالية مضمونة الشركة مسجلة مش 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 شركات اللي هي انا عسفة او مجهول الهوية لا ده هي شركة مسجلة اه في بقى عندنا عندنا بقى مبادرة هنعلن عنها مش دلوقتي وهي دي مفاجئتنا بس انا عندنا مفاجئة اولى طيب نسمع المفاجئة الاولانية والمبادرة هنسمحها بعض الفاصل بس نشوف اول حاجة لو ست البيت جماعة عشر ملصقات من اي منتج تقدر تروح لقى اقرب محل او موزع لنا وتبدله بعبوها ده في حالة انه هي جماعة عشر ملصقات عشر ملصقات من اي منتج يعني انا دلوقتي جبت اي منتج من ده شير الملصق اللي عليه وجمع عشر ملصقات هتروح تبدله بازالة من اقرب محل او موزع دي فكرة من في الشركة دي فكرة استاذ عادل سليمان مدير عامل بيع عندنا في الموزع ما شاء الله متشكرين جدا هو قدمها النهاردة للبرنامج اه متشكرين جدا له يعني انا دلوقتي لو انت عندك عشر ملصقات تقدري تجمع العشر ملصقات وتبدليهم تبدليهم عند اقرب محل او اقرب موزع اي حد المنتج بتاعنا موجود عنده بالزبط تقدري تروحي عنده ويبدلك بكل سهولة استقارات عشان نعرف احنا اه تبدليه باي منتج اه من البست بززبست تبدله باي منتج هي تختاره لا بنفس المنتج بنفس المنتج اللي هي جماعي تمام طيب قبل ما انهي حلقتي بقى عايزة اعرف المبادرة اللي انتو عامنينها لست البيت كمشروع اه انا عايزها تسمعهم بصي بما ان احنا اه طبعا احنا هو البرنامج بيخاطف ست البيت اكيد واحنا حابين نساعدها اه فاستاذ محمد عبدالعي رئيس مجلس الادارة اه النهاردة اكلمني وقال لي احنا عاملين مبادرة جميلة قوي مساعدة مننا لست البيت وتشجعها ان هي تعمل مشروحها وتبتدي مشروحها بامان بحلوان بعيد عن اي مخط تمام اولا انت هنحط رقم للمبادرة تمام ان رقم فعلا ننزل ننزل عالشاشة هتقدري تطلبي طلبية مثلا او اللي هي المنتجات بروبا جنيه ايوه رأس المال قد ايه يعني ايا دلوقتي هترأس المال ربعمائة جنيه انتو هتساعدوها بامتين جنيه هي هتدفع متين جنيه بس والمتين التانيين هيبقوا بتسهيلات بتسهيلات لغاية ما لحد ما تبيع طيب هامش الربح بقى استاذ عزة وده اللي همني المتين جنيه دولت انا لو شغلتهم انا عايزة شجحها اكتر لو شغلتهم على مدار الشهر ممكن يبقى مكسبها قد ايه تقريبا اقولك بقى مكسبها سريعا عشان انا معيش الاتقية اولا البست ال750 هامش الربح في الكارتونة الواحدة بيوصل من 16 ل20 تمام وبقولك من 16 ل20 ليه لان انا عندي مكافأة على كل 10 كارتين بتاخدي كارتونة اوكا تمام كمان هدية يعني كل ما تبيع كارتون كل ما تبيع 10 10 كارتين تاخد كارتونة كل ما تبيع 10 بتاخد عليهم كارتونة تمام دواب برضو حوالي 16 جنيه الجيركن ده في حوالي 8 جنيه ونص الجيركن الواحد مش كارتونة طيب بيبقى دلوقتي في النهاية كده انا بحب اقولكو ان في مبادرة اللي الشركة عاملاها المبادرة دي الاستاذ محمد عبد العال بيقول ان لو انتي هتدفعي 20 جنيه تاخدي بضعب 400 جنيه 400 جنيه دولار على مدار الشهر هتدفعي 200 بس هتكسبي تقريبا 1000 جنيه تحديدا كده تقريبا 1000 جنيه واللي تقدري تتواصل على رقم المبادرة الموجودة على الشاشة طبعا في الختام ومش كده جده للمبادرة ومنتجات الهيلة اللي انتوا جايبينها النهاردة كان مشروعنا يا جماعة كان المبادرة مع الاستاذ عزة وان شاء الله يوم الحد القادم ان شاء الله الساعة واحدة ونصف انتظرونا في منتج اقتصادي جديد ومبادرة جديدة ومشروع كمان لست البيت مع تحياتي مكدا شرف مع ألف سلام